دولة الإمارات ظلت ولا تزال داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية العادلة حارصةً في المحافل الدولية على التأكيد على الحقوق المشروعة للفلسطينيين وانطلاقاً من الدور الحيوي للإمارات في مجلس الأمن وتماشياً مع مواقفها الراسخة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني صوتت الدولة ضد القرار الأمريكي ولصالح القرار الروسي في مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية واعتبرت الإمارات أن مشروع القرار الأمريكي لا يعالج بالقدر الكافي مخاطر التصعيد الحالي في غزة والذي يهدد بمزيد من التداعيات الخطيرة سواء على الوضع الإنساني أو الأمن الإقليمي الرفض الإماراتي لمشروع القرار جاء أيضاً باعتباره لم يدن الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي يتحمل وطأتها المدنيون إضافة إلى عدم تطرقه إلى هول المعاناة الإنسانية هناك والطرار المدنيين إلى النزوح قسراً من مناطقهم وانطلاقاً من موقفها الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني جددت الإمارات مطالبتها بضرورة وقف الحرب في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين رافضة سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه المدنيين في غزة كما أكدت الإمارات أيضاً استنكارها لقطع الوقود والكهرباء والمياه عن القطاع موقف واضح وصريح في رفض مشروع القرار الأمريكي يأتي بمثابة فيتو عربي ليؤكد مجدداً التوجه الإماراتي الراسخة تجاه تحقيق السلام العادري ودعم القضية الفلسطينية وهو ما يبدو جلياً في التحركات الدبلوماسية لدولة الإمارات في مجرس الأمن الرافضة لهذه الحرب والداعية إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات الإنسانية كأولوية قصوى ترجمة نانسي قنقر